السلام عليكم اهلان وسهلان ومرحبا بكم في قناة بغادي ديوغو كانت منا تكونوا بخيروا على خير وبصحة جيدة اليوم غادي نشوفوا وصفة جديدة غادي نديرو هاد البطبوت الصغير اللي ممكن اننا نعمروه كيجي خاوي من الداخل غادي روه بدقيق القمح الكامل بالنخالة ديالو ما غا تكون فيه حتى شي اضافة غير دقيق القمح بوحدو بدون دقيق ابيض كيجي ناجح كيما كتشوفو كيجي من فوخ ممكن نعمروه كيما بغينا وممكن نديرو حجم اصغر من هكا فكيبقى لكم الاختيار نمشيو على بركة الله نشوفو الطريقة هنا غا تاخدو كيميالي بغيتو ديال دقيق القمح الكامل انا خديت صاشي لي فيها خمسة كيلو خديت الماركة ديال الاتقان مهم تقدروا تاخدو اي ماركة ليتكون مزيانة هادا صراحة اخديتو اول مرة وعجبني بزاف ضفتلي معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز معها مراش وشوية ديال الملحة بالنسبة للخميرة كسبقها حسب الجو وهنا الدقيق ما نقدرش نقول لكم الكيميالياني ما عقلت شويش 300 او 500 قرام غالبان غا تكون 500 قرام فكنجمعو العجين بمدافي كنضيفو الماء بشوية بشوية انا كنخلي العجين شوية رطب ولكن كنخليه مازال محتاج الماء كنمقندلك ونزيدليه الماء بشوية بشوية حتى كيتدلك مزيان وهد دقيق كيشرب الماء هو القوام دياله شوية يعني كيشبه الفينو يعني وحد دقيق ديال القمح اللي مسمد صراحة زوين بزاف هذا مشي اشهر هادي غير جريبة ديال انتو موخش قولوا راه دقيق القمح الكامل يعني ما يحتاش دليك لا الى دلكتوه كيعطي نتيجة زوينة وممكن ديروا العجانة الى ما بغيتوش مقدرتوش او ما بغيتوش تتعجنو بيدكم فممكن ديروا العجانة فكم قاور شوه بالماء وكندلكو كيما كتشوفو حتى كتولي واحد العجينة اللي يليس من الوجه ديالها يعني كيبان انها صافرها هاد الكاتلينا وكترتق مزيان والعجينة خصها تكون رطبة ولكن مشي متلوقة باش مليء يخمر البطبوت كنهزوه بلا ما يدي فورما هنتو ما سمعتو العجينة كيفاش خصها تولي كتديها صافي دا بابعد ما دلكات غادي ناخدوا واحد البول غا ندهنوها بشوية ديال الزيت وغادي ندير فيها هاد العجين خليه واحد شوية يخمر هاد المرحلة انا ما كنديرهاش عادة غير هاد المرة درتها لان هاد البطبوت غادي نعمره ممكن تقرسوه مباشرة يعني ماشي ضروري اننا نخمره هانشو ما شوفوا القوام ديال العجينة شوية كتلسق باليد ولكن نراها مشي متلوقة صافي غادي نغطيها ونخليها يخمر وماشي خمر بزاف يعني تباليكم العجينة بداس كتطلع صافي غادي نضفو سطح العمل ونوجدو باش نقرسوه هنيا كيما كتشوفوها هو البطبوت جاي طالع العجينة جايه كتخمر صافي غادي ناخدو شوية ديال دقيق ديال القمح هو اللي غا نقرس به نفس دقيق اللي عجنت به كان دهنو يدينا بقطيرة ديال الزيت وكان ديقازي وهاد العجينة يعني كان نضغطو عليها ونفرغوها من هادك الهواء واحد نصيحة بالنسبة لأي عجينة اللي كتكونوا خمرتوها ما تعودوش تدلكوها لأن هادك الكلويتين اللي فيها او اللي كنسمي وحنا الخيط من اللي كندلكو ره كنقطعوه يعني القوام ديالعجينة ما كيبقاش مزيان صافي غا نديرو بطبوت بالحجم اللي بغيتو انا درتهم شوية كبيبرين على هادك البطبوت الصغير فانتو ما غا نديرو القياس اللي بغيتو وبالنسبة لقمح الكامل فهاد طريقة ديال انكم تقطعو كله وحده بوحدها كتجي حسن من اننا نقطعوه بأمبورت بياس او بالقطاع وكيما شفتو ريتكم ان العجين فيه فوقعات هذا دليل على ان هورا مخدوه مزيان كنبدوه باول كورة اللي حضرنا كرشو سطح العمل بشوية ديالدقيق ونرشو العجين حتى هو لأن هورا كيكون كيلسق الى درتوه شوية العجينة مرخوفة ما نبالغوش فالدقيق اللي كان نرشو يعني غير القياس باش ما تلصقش لنا باش مليم بدون طيبو فيه ما تبقاش تعمر لنا المقلب بالدقيق صفي كان تلقوه شوية رقيق ماشي بزيف وماشي غليد لأن هاد البطبوط غدي نعمروه بغينا هجينا خاوي من الداخل كان قادو الشكل ديالبطبوطة كيكون دائري صفي وكنحطو فوق منديل هدا هو السمك انشوفو واحدة اخرى بنفس الطريقة رشو شوية ديالدقيق وكنتلقوها بالمدلك او بيد ديكم هو المدلك غدي سهل عليكم تكون شوية رقيقة ولكن ماشي نورقوها بزيف سافيوك نحطو فوق منديل ولبانتلين اشي بلاسكاتلسق كارشوها بشوية ديالدقيق سافيوكم قاو غادين بهالطريقة حتى نكملو الكيميالي عندنا كلها وغادينخمروهم للمرة تانية ولكن ما يخمروش بزيف ماشي بحل الخبز البطبوط ما كيبغيش الخميرة بزيف ممكن ندوزو الكوراس بحل كافة اندقيق وكنبقو غادين بعد ما كملنا الكيميالي عندنا غادينغطوها بشي حاجة بشي بشي يخمر لنا بسرعة شي حاجة اللي تكون دافية ونخليوه حتى يبالينا بدا طالع كما كتشوفو ماشي خمر بزيف تبالينا فيه الخميرة صافي غادينبدو نطيبوه كنناخدو مقلة ليتكون خفيفة فهد البطبوط ما كيبغيش مقلة تقيلة نسخنوها مزيان وكنحطو البطبوط على الولا النار تكون عالية ماشي بزيف يعني ماشي غا نحطوها تبدا تتحرق ولكن النار تكون عالية ماشي مهيلا كنخليوها على الجهة الليولا حتى تبالينا بدات كتنفخ عاد نقلبوها يعني را ما كتاخدش وقت كتير ضغية كتبدا كتنفخ صافيو كنبقو نقلبوها انا قلبتها بالمقلة بغيتو تديرو سباتيو لتقلبو بيها او قلبو بيديكم غير هو حافظو عليها غير بشوية بش ما تتقابلينها موالو وانا را واحدة تقطعت ليها في المقلة ورغم ذلك راها تنفخات فاختكم غير تعرفو تخدمو البطبوت صافيو كنقلبوها حتى كتبالينا كي ما كتشوفو بدات كتنفخ هنا كن نضغطو عليها باش كتتحمر مقادة كلها وهنا ملي كتبدا صافيو كتاخد لون دهبي ممكن تنقصو شوية النار وتخليوها تكمل على خاطرها هنا لما تنفخش ليكم البطبوت مثلا كان كي تنفس من الجنب ممكن تديرو زلافة وتضغطو علي هادوك الجنب فغادي تنفخ ليكم ان شاء الله وممكن تحطو شي حاجة فوق البطبوتة باش كتتحمر كلها انا كيعجبني البطبوت يجي كلهم محمر ما شي غير من الوسط صافي ممكن تحمروليها الجوانب بهذا الشكل وها هي البطبوتة دينا موجودة باش نعمروها هنشوفو واحدة اخرى كنحطوها على الجهة اللولة حتى كتبدا تنفخ وكنقلبوها النار عالية صافي كنخليوها شوية تشد راسها وكنعاودو نقلبوها ملي كيكون البطبوت باقي عجينة فحاولو عليه غير بشوية حتى كيشد راسه كنبقاو ندوروها باش كتطيب لينا مقادة وكتنفخ هاد الطريقة كتعاون ان البطبوتة كتنفخ وراه كلك يجيب حلاكة ناجح من فوخ وخاوي من الداخل تقدرو تضغطو بشي حاجة بحلاكة باش تخد لون واحد سا فيو كم قوادين حتى نكملو الكيمية اللي عندنا كلها هادي بطبوتة واحدة اخرى فراه كلك يجيب حلاكة من فوخ يعني ما كيش مشكيل فيه نهائيا الى تبعتو هالطريقة واخديتو دقيق اللي يكون نوعية مزيان وبالنسبة الناس اللي بغاوا يغربلوه يحيدو لنخالة الغليضة فممكن تغربلوه أنا هاد دقيق ما فيهش نخالة غليضة فيه شي حاجة قليلة صافي هنايا كيما كتشوفو بعد ما كملت كنحلو بسكين وممكن تعمرو كيما بغيتو كيجي خفيف وصيحي لان ما فيهش دقيق الابيود شكرا لكم على حسن المتابعة والى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله اشتركوا في القناة